مسلسلات طلعت ترند ولكن خالد نور وولاد نور خالد أكبر مقلب في النص التاني من رمضان عدى أكتر من نص المسلسل ولسه ما فيش أحداث أو خط درامي قوي مؤثر في كتابة المسلسل لأن الكتابة ضعيفة بصراحة الواحد بيتفرج بسبب حب ولشيكو كريم محمود عبدالعزيز بس مليحة المسلسل بيتكلم عن قضية صعبة وهي فلسطين ورغم أن هي الطيبة لصناع المسلسل إنه النقطير الممثلين أغلبهم كان سيء مغور للأهجة الفلسطينية ما كانش مظبوطه لو كان بصوت واحد فلسطيني فعلا كان حيب مؤثر أكتر ده غير السيناريو اللي كان فيه سزاجة في الطرح كبرى المسلسل قصة مش جديدة ما فيهوش جديد وحتى نهايته ممكن تكون متوقعة لأن محمد إيمان في دور شبه كل أدواره بنفس الأداء لكنه لذيذ أحداث المسلسل مسلية وأدامه مسلين متوسط بس كزبرة عامل خط كوميدي زريف يعني مسلسل متوسط ما استحقش الضجة اللي بعمول عليه هل فيه مسلسلات تانية؟ اتضحك عليكم بقى فيها؟